حضرتك عارف ورق النشاف هي دي طبعا حاجة محدش ورق إيه؟ النشاف لأ معرفوش طيب كان زمان يكتبه بالحبر فالحبر دوت لازم يتحط عليه ورق الورق دي يبقى ورق النشاف اللي ينشف الحاجة دي إيه اللي يفرق ورق النشاف عن الورق العادي؟ مادة بتتحط فيه فالمادة دي بالخطأ العامل اللي كان بيعمل العجينة ما عملش المأدير مصبوطة فطلع فيها خاصية للوهلة الأولى ده غلط لكن الناس لما بصت بأسلوب تاني اكتشفت إن الحاجة دي تإيه؟ لا تصلح إن هي تكون تستخدم إن هو ينشف بها الحبل تاني حاجة مشهورة برضو في صناعة الورق الورق اللي هو بيتلزق ويتشيل ده عارفينه ده دوت الخلطة بتاعة الصمغ العامل برضو نسي يحط جزء فيها فطلع صمغ ما بيلزقش كل الناس كنت ممكن تقول إن فاشل لكن واحد بص بطريقة تانية قال طب ليه ما يكونش ده يبقى الليستيكي نوت يعني طب أنا بس أحاول ألخص كلام حضرك أو أقول أنا فهمت إيه اللي بيحاول يبص بطريقة تانية ده ممكن نسميه المبدع ده شخص بيبدع في الحاجة طب أنا في نقطة بتقابلني مشكلة وممكن تقابل ناس كتير مشكلة إزاي وأنا بختار الهدف يكون متناسب مع قدراتي يعني أنا بشوف مثلا شباب أقول له مثلا يعني هدفك إيه يقول لي مثلا أنا نفسي أطلع ممثل للأسف هو مش بقى في مثل ما عندهش استعداد يدخل يعني حاجة متخصصة يدرس مش نافئ فزي أختار حاجة فعلا مناسبة لقدراتي وعرف منين أصلا هي مناسبة لقدراتي تعالي نحط كلمة الهدف في معادلة أكبر اللي هي معادلة النجاح الهدف وتحقيقه لأن لو أنا فضلت أحلم ده اسمه حلم هو اللي عاوز يمسزه ده أحلام يقزه بيحاول بقى يوجد نفسه وحاسس أنه بإنفريوريتي أنه هو صغير فبيحاول يعاوضات من خلال أحلام يقزه لكن تعال نبص الهدف الهدف لازم يبقى فيه أربع حاجات والأربعة دول مرتبطين بالهدف وبواضع الهدف أول حاجة لهدف لازم يكون واضح واضح يعني هدف محدد ويمكن قياس عاوز أبقى ممثل هيل طب عاوز تبقى ممثل إمتى دوت في خلال قد إيه تبتدي تمثل تاني حاجة يكون هدف به تحدي يعني إيه كتير قوي لو أنا حطيت هدف يمكن تحقيقه غالبا مش هقوم أعمله هدف يمكن تحقيقه مش هقوم أعمله مش فاهمة دي دكتور يعني أزح ركي لو الهدف بسيط مش هيشجعني أين كان بيروح الكلية متأخر اللي ساكن جنب الكلية ولا البعيد اللي ساكن جنب الكلية بيروح متأخر لأن الهدف يمكن تحقيقه بسهولة صحيح ففيه نظرية بص فيه نظريات كتيرة جدا التحفيز بس فيه نظرية مهمة جدا يمكن الناس بتغفى لأنها تقولها اسمها نظرية goal setting theory نظرية وضع الهدف يقول أن الناس بتتحرك وبتكون متحفزة لأداء عمل عندما يكون لديها هدف به تحدي